جزائر تعتبر أنه حان الأوان لعودة سوريا لحذرة الجامعة العربية وأن مقعد سوريا يجب أن يعود للدولة السورية من دون تدخل في شؤونها الداخلية فيما يتعلق بمن يحكمها وما هي تطورات التي تمر بها هذه الدولة العربية الشقيقة وقلنا مرارا وتكرارا كجزائر أن تعليق أضوية سوريا من الجامعة العربية لم توافق عليه الجزائر أصلا ولا نعتقد أنه سام في تهديئة الأوضاع أو تحضير الأوضاع للانفراج وإنما حصل ما حصل ونحن الآن ننظر إلى المستقبل ونتطلع إلى خطوات طموحة إذا أمكن إذا استطعنا أن نساهم في بناء توافق حول قضية سوريا وتمثيل سوريا في الجامعة العربية وإلا مباركة كل الخطوات التي ترمي إلى خلق هذا الجوء الجديد وهو الجوء الرامي إلى جمع الشباب